اشتركوا في القناة قال الوزير الفنزويلية للفلاحة المنتجة والأراضية خلال مشاركته في منتدى الأعمال الجزائري الفنزويلية بالعاصمة الجزائر إن الجزائر تتمتع بتجربة كبيرة في مجال الغاز وللبلدين إمكانات كبيرة للتعاون في ميدان الكهرباء القائمة على الغاز أعطى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تعليماتنا صارمة من أجل تسريع تسليم مشروع الخط الجديد للسكة الحديدية المزدوج والمكهرب الرابط بين وادي تليلات وغران وتلمسان على مسافة 132 كم وهذا قبل نهاية أكتوبر القادم أحصت الحماية المدنية خلال 24 ساعتنا 3124 تدخل على المستوى الوطني بمعدلية تدخل كل 27 ثانية من أجل حوادث المرور والتسمم بالغاز وحوادث منزلية وحوادث أخرى متفادقة قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة في وزارة التجارة إن الوزارة عملت منذ بداية شهر الجاري على مضاعفة كمية الإنتاج خاصة في مدتي الزيت والسكر وهذا ضمن الإجراءات الاستباقية من أجل ضبط السوق والتحكم في الأسعار تحسبا لشهر رمضان قال المؤرخ الفرنسي بن جامان ستوغا في حسابه الخاص على الفيسبوك إن اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكلفة ببحث ملف فاترتي ستجتمع مجددا الخميس الخامسة والعشرين من جانف الجاري بالعاصمة الفرنسية بانيس نهاية النشرة وإلى اللقاء